يسأل عن حكم لعبة أو لعبة الشطران أباحها البعض على اعتبار لايب يا جميل يا دكتور على فكرة وبتشغل الدماغ جامد والله يا حبيبي خليك تفكر الخطوة اللي بعد اللي جاية عاز أقول لك على حاجة أنا أقول لك عن نفسي يعني أنا كأزهري أنا دخلت الأزهر من ربع ابتدائي وروح تقولي إعدال على طول يعني كان عنده عشر سنوان عشر سنوان ونص فقولي إعدالي فمطالب حضرتك وانت عندك عشر سنوان ونص لسه عين في ربع ابتدائي ولا خمس ابتدائي إنك تذاكر 17 مادة صحيح ما بين مواد علمية اللي هي ساينس العلوم دي وما بين المواد الأزهرية ومع حفظ القرآن فما كان عندنا وقت لا لعبة شطران ولا لعبة كورة ولا أي حاجة أبدا منهمكين في التعلم ليس إلا أعدنا كده طيل حياتنا لحد ما دخلنا كلية لأننا نفسينا عايزين نجيب تأدير فلانا تكتهي دخلنا بعد كده في التدريب بعضين نخصي خطباء حتى لو ما تخرجنا يا مولانا حتى من أدرسات العلية أنت مطالب بمحاضرات في المسجد ودروس هل تحضر لها وتحضر فكر تحضر التفسير وتحضر عقيدة وتحضر حديث نبوي شريف إيه 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 ده أنت عايز أربح يعني عكل معاك فما بقاش فيه وقت كل هذا ومع هذا نعم ومع هذا أنا أقول لو أن أحدهم عنده وقته وأراد أن يتسلى مع زوجه مع أولاده مع صاحبه فلعب الشطرنج على غير مال من باب التسلية أباحه البعض على اعتبار أن فيه فكرا بيعمل فيه الفك نعم غير الأشياء اللي بتجي بالحظ اللي إحنا في الشريعة لا نقبل شيء يسمه حظ إيه نرمي المشعارف اللي هو في السلم والتعبان ده ولا نرمي الزهرة ولا بتاع ولا الكوتشينة اللي أقول لك مش عارف الحظوظ كل ما فيه حظ ما يعتمد على الحظ ليس حلالا وكل ما يعتمد على العقل فهو حلال بشرط قلتم ليس حلالا ولا بتاقل حراما هلو لك فرق؟ طب ما هو ما دمش حلال ولا نفس المعنى يبقى حرام ما هو ليس حلال مقابلها ليس حرام على طول على طول ما قلش ليس مستحبا ليس مستحبا لأمكروه نعم إنما حلال ضده حرام نعم يبقى حرام نعم خلاص كده نعم الله يكرمك الله يحرزك وعندنا شرطين أساسيين في الموضوع ده بقى تمام نمرأ واحد ألا يكون على مال لعل في الحلقة الماضية أتكلمنا في قصة اللاعب على مال دي صحيح المال يأتي بالعرق بالجهد بالإنتاج بصنعة بفائدة للبشرين صحيح وليس مجرد لهوة أو لعب نمرأ اتنين ألا يلهي عن واجب مهما ينفعش يا دكتور إن أنا سيب مراتي في البيت طول النهار بيشتغل وجاي ونام واجي يوم أجازتي أسيبها قاعدة في البيت هي والعيال وروح قاعد مع صحابي على القهوة ألعب شطران يقول لك الشيخ ألعب شطران جا حلال يا عمه هو حلال بس تركك لزوجتك دي الكم المهمل وأولادك تركك للواجبات الأخرى من سلة الراحم تركك لعملك وتأخرك عنه تركك للمصالح الأخرى ده فلحين أنا أسف جدا نسيبه أنا أسف مواشيهم في اللغيط عشان تفرجوا على المطش هل الفرج على المطش في حد ذاته حرام مش حرام بس هو بتركه للواجب خلته حرام نعم لأنه ترك واجبا نعم والله أعلم برك الله فيكم دكتور الله يكرم